بأول مشكلة جات لنا بتقول أنا عندي 19 سنة أمي مريضة متجوزة وأنا يعني هي متجوزة وعندي طفل 19 سنة متجوزة وعندها طفل كمان أبويا كان بيتقرب مني وأنا عمري 6 سنين كلام ده من زمان وكنت برفض وفي مرة سألته ليه بتعمل كده ده حرام قال لي ده مش حرام أنا أبوكي وقال لي ربنا هيحبك واستسلمت له ولما كبرت عرفت أنه حرام وبقى بيهددني أنه هيقول لأخواتي فكرت أهرب جالي عريس كان هو بيرفض لحد ما جي واحد وهو دفع كل حاجة وأبويا جهزني بحاجات مستعملة فجوزني ليه وتجوزت وخلفت جوزي إنسان محترم قوي عندي حالة نفسية خايفة على ابني قوي من أبويا بقيد بخاف يطلع أو يقعد حتى جنبه أنا بكره قوي وعايز أقتله بس خايفة من ربنا أعمل إيه لا حوله لقوة لا حوله لقوة إلا بالله لا إله إلا الله أهو ده بقى الواجع أهو ده الواجع الحقيقي الألم اللي يعني تحمل وقضى العين كما تحمل الأم قضى ما تفتلي ده الابتلاء الحقيقي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لما يبقى هذا الزاني هو الأب اللي بيقول حرام وعيب وإوعي وخلي بالك وضغطي يا بنت وقفلي يا بنت وروح يا بنت لما يبقى الأب الحامي هو السارق لما تبقى الفطرة منقلبة أو الإنسان منقلب على فطراته الحقيقة اللي بتحكي ده يدل على يعني ردة إنسانية موجعة وزنة المحارم من يعني الأمور الفاحشة المقيتة ده يدل على إرادة متوحشة ساتالفة وأيضا يعني هذا الأمر المقيت جرح في منظومة الأخلاق جرح بشع في منظومة الأخلاق وإذا كانت إذا كانت زنة من الكبائر فما بالك بقى في زنة المحارم يبقى إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا حرمت عليكم أمهتكم وبنتكم وأخوتكم وعمتكم وخالتكم إلى آيات يعني تحريم يعني تحريم قاطع يعني تحريم وزجر قاطع يقرأ ونتعبد به في صلواتنا فاللي بيحصل ده شيء موجع بصراحة كان فيه في ابن حجر الهيسامي في كتاب الزواجر بيقول أبشع وأعظم أنواع الزنة هو زنة المحارم وإذا كانت عقوبة الزنة من أكبر الكبائر فلابد أن يكون عقوبة زنة أو من يقترف هذا الاسم تتفق مع فداحة الجرم وطبعا الفقهاء أفردوا في هذا الكثير وتكلموا كتير فالحقيقة أنا موجوعة قوي بس عايز أقول لكم برضو عشان ما تتخضوش إحنا أرينا مرة ولا تنين فهي حوادث فردية ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة إحنا لسه بخير إحنا لسه بخير بس طبعا يعني الحياة الضنك أو زي ما نقول المستوى المعيشي المنخفض تماما اللي كانت أو ده إفراز العشوائيات عايز أقولك ده إفراز العشوائيات أما يبقى عيال سبع عيال وأبوهم أموهم في غرفة واحدة وبعدين ضعف الوازع الديني ما فيش حد بيعلم فالنهاردة الحمد لله فضل لله تعالى لما انتقلت أو فككنا العشوائيات ويا رب نكمل يا رب إن شاء الله بإذن الله حتتغير الأخلاقيات بإذن واحد أحد عايز أقول لبنتي أنت طبعا ابتليتي ابتلاء شديد جدا جدا من الشيطان الذي كان يعز فأصبح هو الشيطان الحقيقي في حياتك لكن ده ابتلاء وإحنا قدام لابتلاء لازم نعمل إيه نسترجع ونستغفر ونقول يا رب وهو ثقي إنك انت لو دخلت الطريق صح ربنا سبحانه وتعالى هيخفف عنك معاناتك وحيعوضك خير وحيرزقك رجل صالح وإن شاء الله أعتقد أن الرجل المعاكلة هيعوضك خير قوي 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 آه بس متعقدة برضو هيبقى لها نوع من العقدة نعرف واحدة كانت متعقدة حتى من يعني خايفة على ابنها من زوجها وقالتلي أنا مرعوب عليه لأن الولد بيقول لي يا نواوة يا ماما يعني ابتلاءات كبيرة يا إيمان ابتلاءات كبيرة ربنا يعيننا يا رب فالشاهد أنا عمري ما قلت الوحدة انقطعي وعمري ما قلت الحد يعني دايما نتحدث عن البر لكن في حالتك أنت إذا كانت حتوصل لدرجة القتل لا فإذا كانت لسه نظرته مش حلوة وإذا كنت شايفة أنه لازال لديه هذا المرض وهذا الابتلاء انقطعي عنه دلوقتي إلى أن يعفو الله عنه ويستغفر ويتوب لها حق